مملكة المغربية تلعب دوراً مهماً في الساحة السياسية وفي الساحة الاقتصادية وخاصةً في قارة أفريقيا ومن المهم بناء العلاقات مع المملكة المغربية بالنسبة للعراق لكي نبني أيضاً علاقاتٍ مستقبلية متينة مع العديد من الدول الأفريقية والتي بدأت تلعب دوراً مهماً في الساحة السياسية أو الاقتصادية هي زيارة تاريخية من منطلق كما قلتم أنها أول زيارة لوزير خارجية منذ ربع قرن تقريباً إلى بغداد وأول زيارة لمسؤول حكومي منذ على الأقل عقدين من الزمن فهي تشكل إشارة قوية من هذا المنطلق هي تاريخية وأكدتم ذلك لأنها ستتميز بافتتاح صفارة المملكة المغربية التي تم إغلاقها منذ 18 سنة وسيتم إعادة تشغيلها اليوم كإشارة قوية على عقل هذه الحلاقات وعلى ثقة المغرب وثقة جلالة الملك في العراق الجديد واستقراره ومصاره الإيجابي نحن نندد بكل الأعمال الاستفزازية وبكل الاعتداءات التي تمس الحرم القدسي وجلالة الملك محمد السادس من منطلق رئاسة لجنة القدس ما فتي أن يؤكد على أن التهديئة ضرورية إذا أردنا أن نحافظ على ما تبقى من بصيص الأبل في عملية السلمية والوضع الحالي لا يبشر بالخير والوضع الحالي من شأنه أن يقود كل فرص السلام في المنطقة